دائما النسب والجوار والصنعة هي أسباب العدد النسب والجوار والقرابة يعني والجوار والصنعة كيف صنعة؟ صنعة المتحدين في صنعة واحد يحدث بينهما ما يحدث ما بين أصحاب الصنعة واحدة ولذلك يقولون رجل قال لأحد الناس والله إني أحبك قالوا ما يمنعك من أن تحبني يعني بدهي أن تحبني لست قريبي ولا جاري ولا أنا وإياك شركاء في الصنعة يعني أسباب العداوة منتفية كم من قرابات بينهم من المودة والمحبة ما يعلموا إلا الله وكم من جيران حفظوا الجوار وحفظوا الأمر كثيرا وكم من أصحاب صنعة عان بعضهم بعضا وكانوا يدا واحدة على من سواه فنرى أن هذا القائل وقالها كثيرا من الأهل العلم يعني موجود مبثل في الكتب أنه يعني بعضهم يراه على إطلاقه ولا أراه على إطلاقه فكم من أصحاب صنعة كان يحب بعضهم بعض لكنه موجود يقولون لله الشفعي رحمه الله لما دخل بغداد كان على بغلة وكان في الطريق أحمد بن حنبل وياحي بن معين وهما هما في العلم من الجالات الحديث في المقام الأول فلما رأى أحمد الشافعي يقام محتفيا به وأخذ بنجام البغلة من أحد الجهتين يعني يقود البغلة ويسأل الشافعي ويحتفي به ويعرف قدره والشافعي وسن من أحمد يعني سابق في الولادة فلما فرغ أراد يحيى لم يقوى على هذا يعني التنافس في العلم ما قدر يحيى أن يصنع صنيع أحمد فلما عاد أحمد أراد يحيى أن يغير مجرى الحديث كان أحمد يلبس كأنه ثوبا جديدا قال بكم هذا الثوب يا أحمد قال أحمد دعك من الثوب ولزم نجام البغلة يعني يصنع كما صنعت فالذي منع يحيى بن معين هو المشاركة في الصنع وهذا عندما يعني يقول العلماء بالذات عنده في علم الحديث يقولون يعني القرناء والذين عاشوا في زمن واحد كلام بعضهم في بعض يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى لأنه قد لم يمدح أحد أحدا منافسا له في الصنع كان نقائض جريئة نقائض للأصر الأموي وكثير وهي للأسف في أهل العلم أكثر عجيب وهذا مشاهد منحوظ لا ينكره أحد منذ أن كان وابن عبدالبر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بيان شيئا من هذا كان بين مالك ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة مطلبي وبين مالك وابن أبي ذيب وغيرهم كثير يعني حصل شيء من النزاعات بهذا السبب ابن حجر وشارح البخاري الآخر العيني أبو العيني بينهم كان أمور كثيرة كلاهما يشرح في مسجد واحد وكلاهما يقولوا شعرا في الآخر يذمه وينتقصه لهم أبيات طريفة يعني في هذا المجال قد لا تحضروا إلى هنا لكن القصة معروفة والمقصود أن هذا منذ أن كانت الدنيا بقصد بقصد